ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المدينة تشهد توطرا آخر بعد تهديد والي ولاية ورقلا لمواطنيها بمتابعتهم قضائيا لأنهم اجتازوا الحراسة وتمكنوا من الوصول إلى الوزير الأول ونقلوا انشغالاتهم أثناء زيارته الأخيرة التي قادته إلى الولاية العديد من المتتبعين فسروا ذلك على أن الوالي لم يستصغ الطريقة التي أوصل بها هؤلاء المواطنين مطالبهم وانشغالاتهم للوزير الأول الذي وعد بحلها للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سيد محمد الداوي البرلماني من ولاية ورقلا مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بك سيد داوي انتقادات كثيرة وجهت بعد هذه الزيارة زيارة الوزير الأول خصوصا للسلطات الولائية كيف تردون على ذلك؟ والله في الحقيقة هي من بين النقاط السوداء التي نعيبها نحن كبرلمانيين أو مواطني ورقلا على هذه الزيارة هي أن السيد الوزير الأول لم يخصص حيزا في هذه الزيارة للإلتقاء بالمجتمع المدني والمواطنين لأنه حتى احنا كبرلمانيين كنا نقول المواطنين لما يجي إن شاء الله الوزير الأول سيكون عندكم لقاء به ففاجأنا بإلغاء هذه النقطة لأنه الوضع ما يخطاش عليك معلوم كل المتتبعين أن الوضع في ورد لو الجنوب باستفاة عامة على صافيح لاخن وفيه كثير من استوترات والناس يحوسوا يتلقعوا الوزير الأول باش يوسط لهم انشغالاتهم لكي تكون انشغالات تضاف لما هل ذلك يبرر للمواطنين الذين اجتازوا الحراسة ووصلوا إلى الوزير الأول لنقل انشغالاتهم؟ بالحقيقة أنا كنت كل النقاط كنت موجود في الزيارة ولم أسمع بهذه النقطة كان بعض المواطنين الذين يتلقوا مع الوزير الأول في نقاط معينة يعني نصيد الوزير الأول ولوه المرافق له وقفوا على 13 نقطة وكان يلتقي بعض المواطنين ولم أرى ما عادت لكن الواقعة نقلت من عديد المصادر وهم سكان النزلة الذين وصلوا إلى الوزير الأول يعني سكان النزلة الذين وصلوا إلى الوزير الأول في نقطة متعلقة بمحاطة تحلية المياه وتكلموا مع الوزير الأول والوزير الأول انزلوا من السيارة انتعوا وسمعوه يعني انشغالاتهم خاصة أن أولئك الإخوة الذين لهم يعني أقارب توفتوا في الأحدث قلت بنترحموا عليهم مرة ثانية ولم نرى التوتر أكثر غير طبيعية ولم نسمع بهذا التهديد من طرف أي كان في ولاية وردنا طيب إذن تجدون أن تصريحات الوالي ليست في محلها؟ والله أنا لم أسمع بتصريحات الوالي أو تهديدات الوالي لكن هي نقلت على شروق اليوم من قبل مرسلين هناك حكيم عزي ومحسن صخر أشكر موصول لهم والله يشوف أنا نحترم الأستاذين أنا لم أسمع بهذا التهديدات وإن كانت هناك تهديدات فنحن نستنكرها ولا أتوقع أن السيدواني ليتورد لا يهدد يعني ما نعرفه من أخلاقه فلا أعتقد أنه يهدد فربما يعني فصل كلامه وخطأ وإن كانت لا أشكه لأنني لا أشكه في قناة شروق نعم شك إن كانت هناك فنحن نستنكرها ونرفضها سيد محمد الداوي البرلماني من ولاية ورقلا شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة أنوه إلى أننا حاولنا الاتصال بأحد ممثلي المواطنين لكننا لم نصل إليه كما قلت ربما إن سألنا الوالي والي ولاية ورقلا عما حدث ربما سيجيبنا بخاطيني وهي الكلمة التي يستعملها العديد من الوزراء كريم بالعربي وتقرير في هذا الموطح يبدو أن شعار خاطيني أصبح الدواء الشاف لكل وزراء حكومة سلال للتملص من مسؤوليتهم والرد على تساؤلات الإعلاميين فلم يعود الأمر مختصرا على عمار بن يونس ومحمد عيسى في فضيحة تحرير الخمور بل امتد لمحمد جلاب ومحمد تهمي وربما آخرون في قضايا لها علاقة بقطاعاتهم عمار بن يونس وبعد قرار سلال بإلغاء تحرير بيع الخمور خرج عن صمته وقال أنا خاطيني ما يعطي الانطباع أنه ليس هو من أصدر التعليم عيسى قال أيضا خاطيني معلقا على قرار زميله بن يونس أما عندما يتكلم وزير المالية محمد جلاب حول بورسة الدوفيز للسكوار مفندا علاقته بمدهمتها وجب وضع علامة استفهام واستفهام وزر الرياضة محمد تهمي وبدلا من تقديمه أعدارا لائقة حول عدم منح الجزائر استضافة كان 2017 مسح الموس في هيئة عيسى حياته تحت شعار أنا خاطيني حتى وزير الاتصال حميد جرين وعند سؤاله حول طرق منح الإشهار لم يجد أحسن من كلمة خاطيني للرد عن السؤال وهكذا فعل زميله الطيب زيتوني وزير المجاهدين عند سؤاله عن قانون تجريم الاستعمار وفي انتظار إيجاد البدل لها تبقى كلمة خاطيني المفضلة في قاموس حكومة سلالة الثالثة كريم بالعربي هنا الجزائر في كل مرة نتحدث عن البدائل للتخلص من التبعية للمحروقات الكل يقترح الاستثمار في مجال السياحة هذا المجال الذي ربما الكل يجمع أيضا على عدم وجود الإرادة السياسية للاستثمار فيه لكن الإرادة الشعبية موجودة خصوصا عند المبدعين الذين ينقلون صورة جميلة جدا عن الجزائر اليوم أسعد باستضافة أحد هؤلاء المخرج المحترف محيدين سكندر والحاصل على جائزة أفضل صورة مصورة عن السياحة العربية أهلا وسهلا بك أهلا أختي ياسمين أود أن أسجل احترامي لكفة مشاهدي قناة شوروغ تيفي أسجل احترامي كذلك لك أنت أختي أهلا وسهلا بك لطاقم العمل هذه القناة التي عودتنا دائما إلى التطرق إلى كل ما هو اجتماعي ثقافي سياسي وسياحي وحتى سياحي اليوم طيب نبدأ معك سكندر يعني كيف أنت خرج إعلام كيف تخصصت في سياحة التي أوصلتك إلى نيل جائزة مثل هذه من خلال صورة التقطها بالمدية وتقريبا يعني كأي عمل يعني قبل أن نشرح في أي عمل مشاهد صورة معنا هناك إنسحة تعبير دراسة السوق مثل ما أقول أو اللي تيدي المرشي نشوفه مع بعض وش كاين وش ما كاش وش ينقص للجزائر هذه فشفت أن هناك في ميدان السياحة في الجزائر فيديوهات قليلة جدا يعني ونحن نشوفه مسيرة يعني العولام الآن كل ما كل شيء يعني تقريبا ترقوا لي عند علاقة الفيديو فمسألة المجلات والصور وصبحت تقريبا نوع من الأشياء التي مر عليها الزمان وبات من الضروري التنقل إلى أشياء جديدة أخرى بتقنيات عالية بتقنيات عالية أكيد اللي هي الفيديو فمن هنا جاءت فكرة تطرق إلى مناطق سياحية جزائرية عن طريق فيديوهات قصيرة تبرز جمالية هذه المناطق وكل ما يعرف كما قلت يعني الجزائريون لم يستثمروا في هذا المجال حتى بالنسبة للفيديوهات قلت هي قليلة جدا مؤخرا كان فيديو أتار ضجة كبيرة وكان بين أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع اليوتيوب كان الفيديو من إعداد فرنسيين من إعداد قناة فرنسية ينقل صورة جميلة جدا عن الجزائر كيف شهدت ذلك وأنت يعني مسور محترف وخط في هذا المجال مثل كل جزائريين يعني ربما هو مربط الفرس في هذا العمل هو قناة طالسة وليس العمل في حدده يعني لما تكون طالسة تفهم حتى من بين الطرائف على موقع تواصل اجتماعي كانوا يقولوا أنا أحب نعيش في تزايرة طالسة تزايرة طالسة لأنها نقلت صورة أخرى ربما مع أنه أنا قرأتي شخصية أن طالسة هي قناة فرنسية وأن تنولت الموضوع بطريقة فرنسية أكثر منها جزائرية يعني كثير من الجزائريين تسألوا قال ربما ليش ربما ما مثلوش الجزائر أحسن تمثيل وليش فرنسوها نوعا ما وصوروها عن طريق أشياء ربما انحازوا قليلا لكن مع ذلك المناظر الطبيعية التي رصدتها كاميرا القناة كانت رائعة وهي صور حية موجودة في الجزائر صحيح صحيح هي صور حية تعكس ربما ضخامة وسائل التصوير المساملة يعني أنت لما تكرس لك هليكوبتر لأغراض تصويرية رح تعمل أشياء أشياء ربما خارقة العادة ربما سكندر بإمكانيات قليلة جدا مقدر أنه يوصل صورة تقريبا يعني تناولنا موضوع معين تحدثنا عن إمكانياتك إمكانيات بسيطة جدا أنا حتى نكون في صورة ربما عندي 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 صفحة على الفيسبوك اسمها السحر بلادي تناولت فيها عدة مناطق ووصلتني عدة رسائل يقولوا ليش تتأخر في تصوير فيديوهات جيبنا جديد رانا توحشنا الأعمال هذه وعجبتنا ورانا حابين ويعزموني في كل مرة على مناطقهم من تسبسلت من تبسام من الأقصى الجنوب من الصحراء وأنا حبيت فقط نشير نقطة أني نعمل يعني مانيش مدعم أو لا أي شيء حتى نكون يعني نعمل بوتيرة يعني مرتفعة نعمل يعني بأسالي بالخاصة بوسائل الخاصة يعني هذه المسابقة الأولى التي شاركت فيها هذه المسابقة الأولى يعني كان عندي علم عليها في العام الماضي أعتقد أنه شفت نفاز ربما جزائري أو جزائرية بأحسن روبرتاج تقريبا أو شيء من هذا القبيل فقررت باش أنا ربما العام هذا نقوم كذلك ندخل المنافسة بعملين تمثل في عمل مصور يعني عمل فيديو مصور قصير من تقريبا أربع دقائق وبصورة كذلك فوتوغرافية فالحمد لله هذه الصورة تكت أحسن لخطأ مصوران سياح العربية لعام 2015 كنت قلت لي أنه الناس تعرض خدماتها عليك وتعرضك في المناطقها حتى تنقل هذه الصور عنها أيضا لكن بالنسبة للسلطات هل ربما تلقيت عروض لمساعدة أم لا؟ السلطات لا تلقيت عروض رسمية لمساعدة إن شاء الله بهذا يعني هي حتى لا نسابق الأحداث هنا سابق الأمور حتى لا ننصف تقريبا الجهات المانية والسلطات خلينا تحصلوا على جويس خلينا نبانوا أصلا بعد إن شاء الله وتبانوا خلال الشرق أيضا بإذن الله ربما هذه منبر ربما سلطات يشوفوا هذه الأعمال ربما أكيد أنا أعرف أنه شباب اليوم لتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماع وعلى علم بكل شيء أما ربما بلك سلطات من خلال قناوة التلفزيونية رح تتوصل لها المعلومة وقلت أيضا أنه الوزيرة تحصلت على جائزة في المسارة وزيرة سيدة نوريا زرهوني نحيها بالمناسبة لأنها تحصلت على الشخصية الحكومية دائمة لسياحة العربية هي أفتكت المرتبة الأولى ولذلك نحن جزائريان اللي راح إن شاء الله نكرم أواخر هذا الشهر تقريبا ربما في الأردن أو الإمارات من خلال صور رو شاهد أيضا أنه هناك ربما من يساعدك في التصوير لأنه نشوفه واحدة ويصور فيك أكيد أكيد هناك طاقم عمل متكامل يعني قبل الخروج لمناطق التصوير راح نعملوا بريفينج مع بعض نشوفه كيف نحن نعمل كيف الصورة كيف راح تأخذ يعني كيف راح تأخذ أو ربما لا زاوية الأخذ كيف راح تكون ونقول في الطبيعة صعب جدا أنك تخدم بسيناريو لأنه سيناريوهات راح تجيك في الطريق يعني أنت تتقيد بشيء راح تصيب أشياء كثيرة في كل مرة نخرج نقول نصور منطقة معينة أو شجرة مثلا معينة المسيناريوهات راح نتلقى بأشجار قد تفوتها بها وجمالا منها ربما صورة اللي أخذتها وليأخذت بها أيضا الجائزة أطلب من الزملاء أنه يحطوها لهذه الصورة كيف أنتقتها هذه الصورة يعني لما نكون نحن في هذه المنطقة بأعلى منطقة تمزجدة يعني منطقة تسمى بود الرمان يتابع إدارياً لولايات المدية ربما بما لم يحيها المسنة أنا لما شفتها وتموقعت في يعني في واحد المكان طل على كامل تمزجدة كأنها تحرص هذه المنطقة من هنا جاءت الفكرة كيف هذه المسنة يعني تظهر أنها يعني رأي تحرص رغم سنها رغم التعب البادي عليها رغم الإرهاق رغم الأشياء التي نرى كيف الشلمالة محتحة إلا أنها متموقعة في مكان ربما تحرص كامل المنطقة وتشوف التطل كامل على هذه المنطقة لذلك العين الساهرة كيف من هذا الشجر الميت رح نخلق حياة ورح نحييها من جديد جميل جدا على هذا أختم معك محيدين سكندر المصور نحيي كذلك الدكتور هادير عبدالقادر الناشط كذلك في مجال السياحي هو كذلك عضو في المركز العربي الإعلام السياحي عضو من الجزائر هنا نحييها إن شاء الله ورح تكون معها إن شاء الله أعمال كثيرة في المستقبل خاصة بالسياحة الجزائرية شكرا جزيلا لك أيضا محيدين سكندر شكرا لكم مشاهدين تلتقون قادة بن عمار بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا الجزائر في حوار جديد مشاهدين الأعزاء في كل مكان مرحبا بكم اليوم لن أقدم للموضوع بالشيء الكثير سوف نتحدث عن عام بعد العهد الرابع للرئيس عبدالعزيز ابو التفليقة كيف يمكن تقييمه ولو باختصار لتكون هذه الجلسة اليوم أولى الجلسات التقييمية لهذه السنة التي شهدت تحولات والتجذبات كبيرة وأسعد أن يكون معي في البرنامج اليوم الأستاذ البعجي أبو الفضل وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني والأستاذ ناصر حمدى دوش القيادي في حركة مجتمع السلم حمص مرحبا بكم أبدأ معك سيد بعجي لو وضعنا عنوين كبيرة للسنة الأولى للعهد الرابعة ماذا يمكن أن نضع من وجهة نظرك بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام ورسول الله كريم أولا سبعا نتقدم بالتهاني الفخم رئيس الجمهورية منسمة مرور عام على إعادة انتخابه وإذا كان في الحق سنقدم عنوان يعني وهو عنوان يعني الإنجازات يعني الكبيرة الواضحة على الرغم قصر المدة إذا يعني تسمحي نعطيك ما هي الاختصار يعني إنجازات في خلال هذا العام هي جانبين جانب داخلي وطني وجانب خارجي بالنسبة للجانب الداخلي كان ثلاث مستويات سياسي اقتصادي أمني نفصله فيه نعطه عنوين عريضة ونفصله في الجوانب الداخلية والخارجية والاقتصادية ولكن هل كانت سنة تنفيذ الوعود برأيك أم أنها سنة ربما جاءت بسراعات أجلت الكثير مما وعده به الرئيس لا أنا نعتبرها سنة تنفيذ الوعود لأن أول وعد قطاع رئيس الجمهورية في أداء اليمين هو الوثيقة الدستور وبعد 25 يوم من أداء اليمين نطلقنا في الاستشارة خاصة ستقول حاجة غير الدستور لأن الدستور ما زال ما مش نشقع الوثيقة وما تعدلش يعني الأستاذ أبو الفر لا إذا كانت تكلموا الوثيقة تعد الدستور يعني كان الهدف الأول وهو أنه في نهاية أوتة الوثيقة يعني تسلم من طرف سيد أخ رحمد ورح هي مدير الدول إلى رئيس الجمهورية لكن سعيا من رئيس الجمهورية أن جزء من المعارضة وجزء من مكوينة المجتمع الجزائري ما شاركوش كان أعطاه الفرصة الفرصة ورئيس الجمهورية في عدة مناسبات عن طريق المناسبات الوطنية كان يطلب من الإخوان في المعارضة جزء من المعارضة يبقى يشارك في التعديل الاستشارة الأخيرة أهم حاجة وهي الإصلاح السياسي الرئيس برأيك نفذ وعدا كبيرا وفتح العديد من الورشات وكانت له العديد من الإسهامات في الداخل والخارج نفس السؤال سوف نفصل فيما بعد ولكن ناخد رأي الأستاذ عمددوش إذا كانت هذه هي سنة الإصلاح السياسي وتنفيذ الوعود هل تتفق مع هذا الرأي؟ الله يعني في نظرة قيمية ومسحة عامة نعتقد بأن هذه السنة هي سنة فراغ سياسي وفراغ مؤسساتي وفيه يعني عدة مظاهر تدل على نوع من التحلل والترهل وضعف أداء مؤسسات الدولة غياب الرئيس في المحطات الرئيسية وخاصة في الأحداث الخطيرة التي مرت بها البلاد خلال هذه السنة الواضح بأن هناك يعني مفاجآت غير سارة خلال العهد الرابعة خلال هذه السنة الرئيس لم يفي بوعوده خلال هذه السنة عندما ننظر نظرة عامة نرى بأن الرئيس كان نظرة عامة لعهداته الثلاثة ونحن داخلهم في العهد الرابعة لمدة سنة وعادة بأننا سندهب إلى تنوية الاقتصاد خارج المحروقات فإذا بانهيار الأسعار تكشف وتفضح هذه السياسات بأكملها وعادة بأنها إذن هي سنة الفراغ من وجهة نظرك الفراغ المؤسساتي وسنة المفاجآت التي لم تكن السلطة جاهزة لها وهذا يدل على أنه لا يوجد هناك برنامج سياسي للعهد الرابعة ولا توجد رؤية اقتصادية استراتيجية شاملة لهذه العهد ولذلك يعني الوعود التي تقدم بها لم يحسب أحد من عرابي العهد الرابعة مثلا لصدمة النيار الأسعار الآن نبدأ نأخذها نقطة نقطة على الأقل أهم الوعود التي قطعها الرئيس بوتفليقة واسمح لسيد أبو الفلد نبدأ مع سيد حمدد واشتما أعود لك الوعد الكبير كان هو الاستقرار الجميع كان يقول قبل انتخابات أفريل 2014 انتخبوا على الأمن والاستقرار والبعض يقول فعلا الرجل نفذ وعده بدليل الجزائريون ينعمون بأمن واستقرار يحسودهم عليه جميع الشعوب الأخرى هذا لا يمكن أن تنكرها طيب إذا نتحدث على موضوع الإرهاب فلا تزال هناك بقايا للإرهاب في البلد لا تزال هناك أعمال إرهابية وأعتقد أن بقاء جزء من الإرهاب قد يكون كذلك معنية به حتى هذه السلطة في حد ذاته حتى تبرر العديد من الإجراءات ومن بينها لا تزال العاصمة وكأنها ثكنة عسكرية خاضعة لقانون طوارئ ولا تزال وكأن الجزائر محكومة عقلية ألمية إن كنت فهمتها كما فهي خطيرة تقول السلطة معنية ببقاء مجموعات إرهابية الآن حتى تبرر نوعا من الإجراءات يعني تعرب بأن الأنظمة الشمولية والديكتاتورية في بعض الحالات تحتاج إلى وجود مبرر للإنفاق العسكري ومبرر لبعض الإجراءات التي تضيق على حقوق الإنسان والحريات العامة ولذلك هذا هو قدرنا أنه لا يزال هناك بقايا للإرهاب هذا إذا تحدثنا على موضوع الأمن والاستقرار من ناحية الإرهاب أيوة لكن إذا تحدثنا على الأمن والاستقرار من ناحية الاجتماعية فغير معقول أنه خلال 2014 سنة أولى من العهد الرابعة تتجاوز عدد الإحتجاجات 12 ألف إحتجاج في مختلف القطاعات وفي كل الولايات وعلى كافة المستويات وأنا أعطيك مثال وكان من أخطر أنواع هذه الإحتجاجات هو الإحتجاجات الغاز الصخري الفتنة التي واقعت في غردايا إحتجاجات الشرطة وذلك مؤشر سياسي خطير جدا وهي سابقة خطيرة عندما تكون مؤسسة أمنية تحتج على مؤسسة رسمية للدولة الجزائرية أمام قصر الحكومة والرئاسة وكذلك الاحتجاجات في قطاع التربية وكان ذلك مؤشر خطير أمام عجل الحكومة عن حل كل هذه المشاكل لقبهم هؤلاء الوزراء استقالتهم في قطاع الصحة في الجامعات يعني احتجاجات تدل على أن هناك إخفاق كبير جدا من ناحية الاستقرام هذا بالدليل يدل على أن هناك إخفاق على مستوى الجبهة الاجتماعية الاحتجاجات لا تتوقف ويقول لك حتى الإرهاب لم ينتهي لا يمكن القول بأن البلد فزع للإرهاب بدليل أن البلد تحول إلى ثكنة عسكرية تحديدا العاصمة هكذا قلت أيوان أولا إذا كنت سمح لنذكر الإنجازات باش تكون أمور واضحة بكلام وبعدين نعاقب على الأخ حمدادوش أولا قلنا بأن الإنجازات هي جانبين داخلي وخارجي الداخلي قسمية ثلاث أقسم سياسي اقتصادي أمني من الجانب السياسي ولكن كما قلت بأن رئيس الجمهورية وعاد الناس الشعب الجزائي بالاستقرار بمعنى أنه أي حركة تقوم في البلاد لن تؤثر على الدوداء على المجتمع بمعنى أن النيرانة تلتهب في جيراننا لن تمسنا وهذا واقع نعيشه في مجتمع مستقر بالمقارنة مع محيطنا لأن هذا الجانب الثاني رئيس الجمهورية لما تكلم ورجل وعود وطبق الوانتاع أنه مباشرة حوالي 25 يوم بعد أداء اليمين تقدم وثيق الدستور إلى كل الفائل السياسي وكل أحزاب وكل جمعيات وكل حتى المسؤولين السابقين وكل مكونات على أساس أن هذا الدستور فقط معد المبادئ فكل شيء معرض لا مضاش نرجع يعني لمن رفض أو من قبل المهم الآن نحقنا إلى مرحلة التنفيذ وهو منذ حوالي أسبوع أسبوعين رئيسي الغرفتين صرحوا بأنهم تلقوا الوثيقة على أساس نحن نصل الدستور الجانب الثاني الجانب اقتصادي رئيس الجمهورية وفاء اللي يعود بأن لازم تكون هناك استراتيجية صناعية واقتصادية وفلاحية في هذا العام دشنا مصنع السيارات في ولتليلة في وهران دشنا مصنع السيارات ميرسدس في تيرت دشنا مركبة شاحنة ميرسدس في الرويبة ثانيا شكلنا 12 قطاع منذ حول أسبوعين وعطوهم 12 مليار دولار لأن هناك قطاعات هامة في الجزائر كانت على السبع الثمينات كانت الجزائر يعني متقدمة في مما قطاعات النسيج الجلود تم إعادت هيكلة هذه القطاعات وتقدمهم الدعم الكامل والحرية الكاملة والنتائج بعد سنة سنة راح تبان لأن هذه مش قادية هذه استراتيجية صناعية على الجانب الأمني لما نرجع للإرهاب أيوة نحن ما قلنا نقضي على الإرهاب إلى آخر واحد من الإرهاب لأن الإرهاب لو يبقى 4 أو 5 إرهابية في الجزائر قاعدة نية لأنها مسألة تدمير وتخريب لكن هذه النتيجة تم القضاء على أمير داعش المدعو قوري تم اليوميا نلاحظوا بأن قوة الجيش الوطني على مستوى الحدود الغربية الجنوبية الشرقية تعطي في ضربات الإرهابيين وفي منطقة القبائل وفي جميع المناطق واسترجع أسلحة وكادة تصدي لحرب المخدرات الموجهة ضد الجزائر لإفشالها إذن نحن أمام منطقة إقليمية متوطرة ونحن نشدين ومستقرين الجانب الثالث هو الانتصارات الدبلوماسية المتتالية قدرنا الآن ندروا اتفاق بعد عدة مشاورات في أزمة خطيرة كانت تطلع ثمت طيب الجانب الدولي رح نوصله له ولكن قطعة طربية ولو كان هؤلاء الوزارة يحترمون أنفسهم لا اتقالوا يعني كل هذا الكلام حتى نرد ذلك نعم أولا هذا الرقم ماذا مش معلش من هيئة يعني مستقلة نتعط نصف احتجاج لكن هذا يدل على الحيوية نتعلم المجتمع إذا كان ناس رأوا حيوي بزيء في المجتمع نتعكم 15 ألف احتجاج سنويا نسمح لي يا أخوية حيوية هذه مخيفة هذا قدر جزائر والنهو الدولة أنا نتسأل لما يقول بأن هناك فراغ مؤسساتي أيوة وأن هناك نظام شمولي والإخوة ثم نتصرنا ما في الحكم يعني في الحكومة في الوقت ما كانش شمول النظام يعني كان ديمقراطي والآن شمولي نسأل للإخوة لما كنتوا في الحكم ما هي الإنجازات والعبقاريات العظيم من يبينتوهن لأننا عرفوا نحن يقينا بأن تسيير البلد ليس سهلا وتسيير بلد ويقصد الفراغ المؤسساتي في الفترة الماضية القليلة الماضية وليست الفترة ربما التي كنتم فيها في السلطة لا لا تتحدث عن السنة لما كان في السلطة لما قال نظام شمولي يعني وقت أنه لما كانوا في حمس لما كانوا في النظام السلطة كان نظام ديمقراطي ومفتح وانا شمولي فضل أيوة النقاش مفتوح فضل سيناصر طيب أنا يعني لا يمكن أن ننكر هذه الاحتجاجات التي تهدد تطلق ليسا رقما رسميا لا هذه بالمناسبة سنستعمل كل الأرقام وهي أرقام السلطة في حداتها أيوة من جهات رسمية هي التي تحصي وتحطي مثل هذه الأرقام ولذلك سوف لنا تجنى في إعطاء أي رقم فيما سنتحدث عنه في أي مجال من المجالات في هذه السنة تستطيع بسهولة أن تكتشب اللي كانت كانت احتجاجات يوميا في كل القطاعات لكن هل تسمح لي مش في السنة هذه بركة حتى في 2008-2009 لأننا نتكلموا على العهد الرابعة السنة الأولى من العهد الرابعة بالدات نعم نزيد نضيف الموضوع لأمن والاستقرار للأسف شديد أن الحملة الانتخابية للعهد الرابعة بنيت على أنقاط تخويف شعب الجزائري بموضوع الأمن والاستقرار وكأنهم أرادوا أن يقولوا إما أن تنتخبوا الرئيس وإما أن تعودوا إلى سنوات العنف والإرادة العرض أيضا استعملت نوع من لغة التخويف في بعض خطاباتها حتى أنه للأسف الشديد سربت حتى يعني جابونا تلك المسيرات والخطابات التعالفيس وسنوات خرجوها من الأرشيف خرجوها من الأرشيف هناك من هربها للقنوات الخاصة دلالة على أن لم تكن هناك انتخابات حيادية وتورطت بعض وسائل الإعلام الخاصة في الإنحياز لمرشع دون آخر هربوا ذلك الأرشيف حتى من التلفزيون لذلك أن تدعم المرشع الذي يتشاه ما عندهاش كايت شارجي كلها باللي يجب أن تكون محاية هي بالمناسبة يعني حتى الرئيس يعني طلب من وسائل الإعلام أن تكون حيادية ولكنها كانت ملكية أكثر من الملك هل وسيطر رئيسي يطلب دركاء أخرين لم يعفوش ينفذوا التعليمات الرئيس لا مشكلتهم يعني أنا أقول لك الشاهد هو استعمال اللعب على وطر تخويف دائما أي نظام دائما أي نظام فاشل يريد أن يحيل على الماضي بمعنى أن هذا النظام في المرحلة الحالية يقتات من الأزمة عندما يخوف الشعب الجزائري بها وكذلك يعني هذا التخويف يعني هذا التخويف يعني هذا التخويف يدون على أن العام الأول كان فاشلا نعم لأنه مبني على أساس فاشل وهو التخويف من الماضي نجيبك أولا ما كانش تخويف نجواب للسيد نعم جواب الأرخ نعم نحن قلنا بأن أي جزائري عاقل يقول بأن الجزائر تعيش في محيط غير مستقر فبالنسبة حتى المعارضة تقول هذا نعم طبعا واضح هذا يعني واضح هذا لكن من هو الموقف خلني كملك رئيس الجمهورية اللي نحن نشوفه بأن رئيس الجمهورية شخصه في حداته ضمان لأنه رجل مجاهد رجل عنده حينكة سياسية ونحن نعطيك أدلة لما نحن وقفنا موقف في ليبيا حتى جمعنا تعب المعارضة وبالأخص الإسلاميين كانوا يقولوا لا لماذا؟ لأنه كانت تفكير بأنه رحي حكم الإسلامية في ليبيا ورحي حكم الإسلامية في سوريا لكن ظهر للعالم كله أن الموقف الجزائري من الأزمة السورية هو الصحيح والآن إذا كانت هناك دولة عربية قادرة بعد إن شاء الله منحل المشكلة لتعليم ليبيا إذا كانت هناك دولة عربية مؤهلة لإجراء حوار بين فرقاء السوريين فهي الجزائر لأنك تتموقف عارفت بليه هذا مشروع دولي لتحطيم الدول العربية ما فيها لا ديمقراطية لأنه أنها شمولية تحالف مع الأنظمة الشمولية وينقذها لا هل الدول الخليجية ليس أنظمة شمولية لماذا فيها شرابية العربي فيها حليفتها تزير لماذا فيها شرابية العربي لا نعترفه بها كمورة أول الجزائر من مبادئ الثورية أننا لا تدخل في شؤون داخل الدول وأنها لأننا قاسينا من هذا النظام الغال الإمبريالي العالمي نعرفه وهذا ما نعرفه الآن في سوريا ليس قضية حق الإسلام أنا بنت القضية طيب ما شو موضوعنا سوريا وليبيا ولكن الإسلاميين هذو اللي جعلهم على نكمل حاجة نكمل حاجة فيما يخص إلى الفيس الفيس ليس نحن اللي يقولنا الفيس لأن الإخوان تعالي معارضة راحوا تحالفوا مع بقايا الفيس لممنوعين ممارسة نشاط سياسي ودروا معهم تجمع في قعد حرشة أنا أعطيك مؤشر خطير جدا يدل على أن هناك من أحزاب السلطة ورموزها من يلعب بالأمن والاستقرار وضرب حتى استقرار مؤسسات الدولة يعني أمين عام حزب جبهة تحيير الوطن عندما يتهم الجنيرال توفيق باتهامات خطيرة بما فيها الفشل الأمني في تيجنتوري الاعتداء الإرهابي محاولة اغتيال الرئيس في باتنا وغيرها من القضايا اللي جات في وقت بوتفليقة أنت تستغرب يعني هل يمكن أولا إذا كان لدينا فعلا هناك عدالة وسيادة القانون أصبحتم تدفعنا الجنيرال توفيق لا لا ليس مدافع ليس مدافع راشت تعالي دولة مدنية ليس مدافع والله إن كانت لهم من الحسانات حسنة واحدة فهي هذاك الحوار ليس دفاعا عنه وهو لا يحتاج بالمناسبة لمنه يدافع عنه وإنما أنا أقول كيف أمين عام حزب الأغلبية للرئيس نتعوى رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع يتم هذا التراشق في قضية خطيرة جدا تعبر على عدم الاستقرار هذا الصراع أجنحة ومعركة كسر العظام إذا كان هناك عدالة حقيقية في المتهم واضح والمتهم واضح والقضية واضحة لماذا لم يتحرقوا ابتعدوا بصراعاتكم عن البلد وعن مصرات الشعب وسيادة على ذلك أنت تتحدث عن شخص تحت مسؤولية مباشرة رئيس الجمهوريلي ورئيس الحزب فإذا كان هناك إخفاق أمني وإذا كان هناك قضايا خطيرة متهم بها حقيقة لماذا لم يعاقب؟ هل هناك أناس فوق القانون وفوق مؤسسات الدولة هذا مؤشر خطير جدا لأقول لك بأن ما يهدد الأمن والاستقرار في البلاد هو هذا النظام وصراع الزمر والأجنحة وكمؤشر آخر لهو احتجاجات شرطة هذا الاحتجاج هو يعبر على إخفاق أمني هل يعقل أن المدير العام واللوزير الداخلية لا يعلم بأن هناك احتجاجات الشرطة فيه انتهاك واضح للقانون عندما تقولي أن العاصمة يشملها قانون طوارئ وهناك احتجاج ومسيرة وبدون ترخيص وأمان أهم مؤسسات الدولة دور رئاسة الجمهورية أرد على هذه النقاط حتى نغلق الملف نقطة أولا في ميخوصات صحيحات الأمين العام بالرغم أن رئيش الجمهورية وجه رسالة إلى كل فاعل السياسيين بعدم تكلم على هذا الموضوع ولكن حتى لا أصف بالجبن أو أني لا أرد أنا نقول هذه صورات الدموقراطية لم يخرجوا لجل الأمن للشرع فهذه حقوقهم لا هذه حقوق مشروعة بالمناسبة نحن نسنا ضد المطالب المشروع للشرطة المناسبة نفرق بيننا هو أنا أقول بأنه عدم علم الدولة بهذا الاحتجاج خطير وبالمناسبة هناك تعامل تمييزي غير دستوري بين المواطن نحن تكلم احتجاجات نطابات في التربية شهري أو ثلاث أشهر لم يستجم لمطالبين بينما احتجاجات الشرطة في يوم وليلة يتم التكفل بكل المطالب يعني شرطة مؤسسة منية خطيرة أو خلوها في الشارع خلوها مع مطالبين المشروع ولكن التمييزي يجب أن نحترم بعضنا عندما يتكنم سيماء لا تفضل هو الحوار التفاعلي فقط لا لا فقط نجوب أنا ما قلت بأن كل تسريحات الأمن اللي عام فيما يخص بالنسبة لجنال التوفيق أو غيره فهذا ينمع على الديمقراطية وجنال التوفيق لا يطلب من الناس أن تكون محامين عنه هي يهدر لأننا لا نحن في حرب نحن مجرد رأي قام به رئيس حزب الأغلبية ومن حقه كما تكلمت كنا محتاج لسي السلام من قبله قيمه تكلم شي طبيعي عادي جدا وهذا الناس حابت تخلق منها أزمان أزمان أولو ستوفيق يخطف المكان محترم وماذا بينا هذا الجهاز المخابرات ما نتكلمش عليه لأنه جهاز حساس وجهاز سري ما نتكلمش عليه حنا هذا الموضوع تكلمنا في ذلك الوقت وكل ناس أدت بدلويها وسائل الإعلام بعض الشخصيات رئيس الجمهورية إلا كانت تكون عدنا قيم رئيس الجمهورية قال بأن هذا الكلام مجرد ليس معرض النقاش ليس معرض النقاش وتحب أن تكلمها حتى عشر ساعة تكلمها حتى عشر ساعة طيب أنت أشرت إلى الاقتصاد حتى نذهب إلى نقطة ثانية أشرت إلى الاقتصاد بأنها كانت أيضا سنة لتنفيذ الوعود هل يمكن إعطاء المشاهد نوع من الصور أو مشاهد هذا العام الاقتصادي نحن قلنا بأنها في البرمسة رئيس الجمهورية في العهدى الرابعة بأنها طبعا دائما في إطار التباعية من البيترول وطبعا هذه المسألة إطار البيترول لا يتحكم فيها حتى واحد هذه مسألة أنتع بورصة عالمية لكن نحن قبل هذه كان الناس إذا كان اللهم الناس كان الكأس فيه نصف تحب تقول باللي فارغ نحن في الجبه لدينا عقلانين نقول هذا الكأس فيه نصف لكين نصف فارغ إن شاء الله ربي قدمنا باش نكمله لكن كين نصف عمر استراتيجية أولا بدأت منذ مدة صناعية منذ كان شيف رحماني في وزارة الصناعة كانت موجود بدأت الآن لما بدنا لأن هناك دراسة القيطعات اقتصادية الكبرى وكان القيطعات مزوجة تكون الخوصصة يعني لأن إحنا من قبل كانت الضغوط على صندوق النقد الدولي أننا لازم نسرح هذه المصانع ونسرح العمال كان في ذلك الوقت سلطة كانت ذكية العمال عاود باعتهم أجزاء من المصانع هذه إذن نحن عاود لازم الرجوع إلى قيطعات صناعية استراتيجية الكبرى وذكرتك كما نقول كما قطع صناعات غذائية قطع صناعات النسيج الميكانيك الجلود والآن بدأت أولى النتائج الثمرة وهو أول نقول نحن مصنع رونو في أول مرة يعني في الجزائر في وهران المصنع الاتفاق بين الجزائر والإمارات هذا في 2014 المصنع أنت المركبة الشحينة في مغيبة بخصوص البترول الدولة الحكومة لم تكن جاهزة لانخفاض أسعار البترول وهذه التبعية استمرت للسنة الأولى في العودة الرابعة والسادسة عشر في حكم الرئيس وبالتالي يعني ليس هناك تغيير على مستوى الاقتصاد لا يمكن أن تحجج بمصنع هنا أو هناك لا يعني السياسة الاقتصادية نزالت هي هي سعارتك الفصاصية نحن لا نقول بأنها حق النتائج كبيرة لكن نقوله بأن نتائج مهمة ظهرت في خلال سنة هلش نقولك لي في خلال سنة الاقتصادية الصناعية راح تظهر بعد أربع خمس سنوات ثانيا من نسبة البترول هذا مش خاص في الجزاري فقط إيران ظرت فنزولة ظرت نجيريا ظرت كل الدور ذلك سيناصر تفضل طيب أنا أعتقد أن شوف أكبر إخفاق من إخفاقات السلطة هو في جانب الاقتصاد لأن أصل ليس لدينا اقتصاد حتى نتحدث عن النمو الاقتصادي في البلاد بالمناسبة يعني هذا صندوق النقد الدولي والذي يعتبر صديق للسلطة الجزائرية وتقاريره وأرقامه إنما يأخذها من مدخلات أرقام وإحصائيات الحكومات بالمناسبة الحكومة الجزائرية هي تلميذ نجيب بالنسبة لصندوق النقد الدولي وملتزمة بإعطاء الإحصائيات والأرقام بدقة الآن الآفامي يعتبر بأن هناك عجز في ميزان المدفوعات بالنسبة للجزائر في الحسابات الجارية بـ 26 مليار دولار محافظ البنك المركزي الجزائر اللاكساسي يعتبر بأنه في 2014 خسرت الجزائر في السوداسي الأخير بسبب صدمة إنهيار أسعار كترول 16 مليار دولار ما هي نعكساتها؟ هدي علينه على الآخرين نجيك نكمل لك برك يعني في الشهرين هدو نتاع 2015 خسرت الجزائر حوالي 3 ملايار دولار وانخفض التصدير المحروقات من 10 إلى 7 مليار دولار المشكلة أن هذه السلطة التي كان من المفروض الرئيس منذ مجيءه هو ويتحدث على الاقتصاد المنتج والمتنوع لكن للأسف شديد جاءت هذه الصدمة لتعري فشل هذه السلطة اقتصادياً وتكسف التبعية وتتبت يعني مهازل سؤال لك في هذا بك منذ متى الحكومة تلميذ نجيب النفامي؟ لأن الجزائر منذ سنة هي من البلدان الملتزمة بتقديم الأرقام باستمرار وبدقة الفشل في الذهاب إلى اقتصاد منتج ومتنوع عندما يتحدثون عليه الآن فقط بعد انهيار أسعار البترول هذا يدل على أن 800 مليار دولار لصرفة رئيس الجمهورية أين ذهبت بالنسبة وفوق ذلك هذا صندوق النقد الدولي يقول بأن نسبة النمو الآن الاقتصاد في الجزائر هي 2.6 عندما ننزع نسبة النمو الديمغرافي سنجد أن نسبة النمو لا تتجاوز 1% هل يعقل أن هذا الانفاق الخيالي الانفاق الخيالي بحبوحة المالية التي عاشتها الجزائر لم تتوفر لأي رئيس حكم الجزائر بحبوحة مالية واستقرار اجتماعي وسلمية شعبية وغيطاء خارجي ومع ذلك لو كانوا تلميذ نجيب للأفامي الأفامي طلب عديد المرات برفع حالة الدعم الاجتماعي للفئات المعوزة والمواطنين والسلطة كانت تقول لا وتحملت الصدمة النفطية بأن قالت بأن لن يكون هناك تفريط في مجانية التعليم ومجانية العلاج يعني ليس هناك نعكاس مباشرة على المواطن هي المشكلة المشكلة ما هو أثر هذا الانفاق العمومي على النمو الاقتصادي أولا لا يوجد نمو وتانيا على الرفاهية الاجتماعية على الجبال الاجتماعية فاناصل إلى الدعم الاجتماعي ولكن يجيب على النقاط بأن 40% من الميزانية تذهب فيما يسمى بالتحويلات الاجتماعية لإسكاة وشراء السلم الاجتماعي والجبال ومع ذلك لا يوجد هناك تحسن هناك انهيار العملة الوطنية هناك تضخم هناك ارتفاع نسبة البطالة إلى 20% حسب الأفامي الآن أين هي انعكاساته دائما أنا أتعجب عندما نتحاور فقط لابد أن تكون لدينا الموضوعية حين موضوعية أكثر معنى جلال راح نجاوز أنا نسأل ونجاوز في نص الوقت يعني الجزائر تلميذ ناجيب اللفهمي فقط منذ خرج حمس من الحكومة لا لا من قدر لا من قدر خليني دائما يعني هذا الصورة السوداوية أنا لا أقول بأن الجزائر في عهد وردي وكل شيء مليح نقول بلي كينا إن جزت ما ننكرهاش وكي ناس البيت كينا حتى رئيش الجمهورية بعت خطاباته قبل ما رضيه قال بأن كل ما تحقق ليس في مستوى طموحاته هذا العقل يقول لكن لما الآن يقول لك بأن نسبة لهم أم واحد في المياه نسألنا الإخوة في حماس كانوا في السياحة في التجارة في الصناعة في الصيد البحري في السياحة في الأشغال العمية وش منهم داروه يعني لأن الآن هذا الشيء لو كان خاص فقط من 2012 من خرجهم إلى هنا قالوا دانكي خلينكم طاح المستوى طاح النيفو وعاة الاقتصاد لولو لكن أنتم شاركتوا ثمان طفل سنة في هذه الحكومة وهذا الحكم هذا وإذا كان كائنا سلبية فتحملوها معانا وإذا كان كائنا إيجابية أيضا شكر لكم أما الآن تجي ودخول كل شيء مش مليح فقط فأنترك جزء منه جزء من الإنف لازم طيب ما عدا هذه الحجة أن حمس كانوا معكم لا لأنه موضوع قديم لا يخطي مستهلك لا مش مستهلك الأغنية قديمة وصريت مشوخ فارضا كانوا معكم ويتحملون المسؤولية لأن المواطن يحتاج لحزب الأغلبية أن يرد بأن يضحض هذه الأرقام إن كانت لديك أرقام معاكسة لأننا الآن نكونوا منهجين موضوع الحصة والتقييم سنة لما نرجع الأخ رأي تكلم على حتى السنوات هذه الأرقام الأرقام الحالية أنا ما أتكلمتش بعد الصدمة البترولية أنا أتكلمتش نقطة في هذا المترول كم المنسب هي نص كم المنسب هذه الأرقام إذا كانت أرقام فشل في نفس الأرقام الفشل اللي كنتم معنا فيها ممتاز طيب هذه هي النقطة أنا أزيد نقطة في الموضوع هذا عندما يقول بأن انهيار أسعار البترول هذه مسألة خارجية ولا تتسبب فيها السلطة أوكي متفقين هناك عدة عوامل نحن نتحدث لماذا هذه السلطة ليس لديها استشراف وليس لديها دراسات وليس لديها تخطيط وليس لديها رؤية لمجرد سنة فقط رؤية لمجرد سنة أنك تصدم بانهيار أسعار البترول هذه رؤية لخمس سنوات ولكن الأخطر في الموضوع الأخطر في الموضوع ليس انهيار أسعار البترول إذا كنت تعلم بأن أسعار البترول لا نتحكم فيها نحن أوكي ولكن لماذا أنت لا تزال مصر على التبعية المزمنة والأخطر من ذلك بدل أن نذهب إلى تنوي على الاقتصاد نحن نذهب إلى الغاز سخري كذلك يعني إصرار على التبعية للمحلوقات لكن ما أخفته السلطة على الشعب الجزائري الموضوع أخطر من مجرد الأسعار الموضوع من 2006 إلى الآن وهو تراجع الإنتاج وأن الجزائر عاجزة عن الوفاء بحصتها في الأوباك وأن الجزائر تتراجع تراجع في المحلوقات هذه بالأرقام الحالية أنا أرد بأن مسألة تنويع هذه رهيضة أنا الآن أنا أقول لك باللي في هذا العام خمس مصالع تفتحوا وتقول لي ما كانت تنويع إذا كان تقتضي راح نقضي على التبعية في عام في هذا ضرب من الجنون الآن نتكلموا على بيديت استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها إذا أنت عهدات تعترف بأنكم لم تنطلقوا في تنويع الاقتصاد والرئيس فاشل في العهدات الثلاث إذن تقول لي الآن راح ننطلقوا الوزير الأول يقول إذا كان هناك فاشل فأنت جزء مهم منه أنا قولك على العام ترجع لي ثلاث عهدات أنا أقول لك هذا اعتراف منك لما تقوله الآن راح ننوعه أنا أقولك بمعنى وكأن العهدات السابقة في فشل وإخفاق كبير جدا كان قطعات أخرى كان قطعات في الفلاحة مثلا كانت العدد السابقة كانت في الفلاحة في مجالات كبيرة في الفلاحة هل يعقل أن الجزائر التي تملك 8 ملايين هكتار صالحة للزراعة نستورد نستورد 80% من القمح الفرنسي ونتفوق على مجموع 23 بلد أوروبي يستورد القمح من فرنسا هل الجزائر عقيمة لهذه الدرجة ليس لديها فلاحة حتى نستوردوا القمح الفرنسي نستوردوا الحليب أنا تعلم أنا تعلم أنا تعلم بأن فاتورة الاستيراد ارتفعت من سنة 99 من 9 مليار دولار إلى الآن لوفنكم شركاء إلى حوالي 60 مليار دولار طيب ما بقاش بزيار من الاقتصاد أنا أتعلم أنا أتعلم بلسي حمددوش طيب قديقة أو السلطة سيبعجي السؤال الموالي سوف يسمح لك بأن ترد العام الأول يقال بأنه صدمة العهدى الرابعة وما أفرزته من نتائج وطريقة الترشح وكذا يقول بأن العام كان فيه تضاؤل في الحريات في مساحة الحريات كان هناك تضييق على المعارضة لم يسمح لهم بنشاط في الكثير من القاعات يعني بماذا ترد على هذا الكلام حول السنة الأولى هذا غير صحيح هذا فقط بالنسبة لمنع موجود في العاصمة بالمقابل كان هناك تطور في اللقاء وتحالفات المعارضة لا لم وجود لا الحريات موجودة الآن الإخوة في المعارضة اللي لم يروحوا في أي ولاية يدونوا مسيرة غير فقط بالترخيص كما جب التحالف تروح للترخيص كما الأحزاب الأخرى هم لا يحصلون على ترخيص الكثير من المعارضة هم يقصدون يطلبوا طالبات في العاصمة باشا يقولوا ما تتنسلها العاصمة معروفة بأن هناك منع منذ 2002 ليس هنا فقط وهناك رئيس حكومة السابق من المعارضة ومدير التعليمي هذه لا في المعارضة تلقاعت منعوا فيها بأكثر من مناسبات سيد حمدادوش تستطيع أن تتدخل في حرشة داروا وتتجمعها في حرشة قبل انت خبت ممتاز يعني الجزائر للأسف الشديد الآن في 2015 لازمنا نتحدث على حقوق الإنسان والحرية الطبيعية لكل مواطن جزائري والمكفولة دستوريا أنا عندما تقول أنا أروح لك البعيد ليس للنشاطات العادية في القاعات والتي منعت منها عدة أحزاب في عدة مناسبات وليه مبررات واهية أنت لما تمنع ندوة موضوعاتية للأحزاب التنسيقية في فندق من الفنادق بدافع أن الموضوع غير مفهوم وهو الحديث على لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات أو الإشراف على الانتخابات ليس هذا أنا أتحدث حتى المسيرات وعلى الاحتجاجات هناك ازدواجية في المعايير في التعامل أنا أعطيك مثال احتجاجات الشرطة كيف يمكن يسمح للشرطة وتؤثر وتحمى وتمشي هذه المسيرة لكيلومترات بينما تستعمل هذه الحجة بتاع الطوارئ أعطيك مثال كذلك الخرجات نتع السيل العالم الشعبي في الموضوع نتع كورة القدم في الموضوع نتع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة غزة يعني كانت مسيرات ضخمة في العاصمة لماذا لم يتم اتهامها أو تضييق عليها تفضل نعطيك لا تفضل بش لا تفضل بش لا تفضل بش لا تفضل بش هذه مسيرات عفوية ناس خارجي الرياضة ما فيها لكن لما تكون مسيرة سياسية فيها مسؤولية سياسية بمعنى نعطيك مثال والإصلاة في وقت في وقت المسيرة التعالفيس لو الناس الجزيرة بلاد كبيرة كي الناس يتربصوا بها احنا مش يكوش من المعارضة اخوانا قالا مش وطني الله صحيح اللي يحب يخلقتنا في الجزيرة لو تصرح حاجة قم بولا مثلا في العاصمة تقول المعارضة تهم السلطة بأنه يدرتها وسلطة تهم المعارضة بأنه يدرتها إذن هناك فرق كبير بين مسيرة للمطالب السياسية وهناك فرق بين خروج عفو إلى الرياضة حتى هذا هذا لا توجد حرية سياسية لا 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 هذا قاعدين قابضين حاجة واحدة وفي حياتهم كامل دروسوا طلبات طلب الحرشة وعطاولهم طلب واحد على أنه دي الموضوعاتي هذه في فندق السافير لكن هل طلبتوا طلبات أخرى ما أعطاكمش لكن عدد حركة حركة النهضة للمطالبة حزب جيل جديد وعطاقها لا معلش بلا من غرقوا في الجزئيات والتظاربين هذه ياسي قادة ويوجد الكثير الناشطين خلف السجون أيضا في سنة سنة الأولى هناك معتقالين رأي معتقالين سياسيين وهناك مدونين وهناك على مواقف سياسية شوف إذا كان كينة حاجة منذ تسعة وتسعين وأتحدى أي شخص إذا كان حاجة توسم رأس بوتفليقة وهو أنه ما كانش سجين رائي في الجزائر أعطا لإسم تعوذرك راشيد عوين بارك تعلوات راشد عوين بارك تعلوات راه في السجن كم تمت من الاعتقالات خلال احتجاجها ضد العهودة الرابعة بينما من يؤيد العهودة الرابعة ويخرج الشارع يتم حمايته لا لا أعتقالات تمت لإجهة أمنية يمشي يسمعه في محضر ويطقه ساعة ساعة كيف رقش يكن من ذلك القانونية لما تقولوا اعتقالوا سجين رأي أو عندها معنى هذا راشد عوين ليس مزوجين سجين رأي وأتى حدى أي شخص في الجزائر ما كانش حتى سجين رأي بناء على تدوينها في الفيسبوك بناء على كتاب اكتبها فالصفح عن تدوين في الفيسبوك تم اعتقاله سمعني يا شيخ هناك إخفاقات في خلال هذه السنة أهم وعد تقدم هناك العديد من الأشخاص حتى لا تذهب هذه الكلمة هكذا هناك عديد من الأشخاص في الحبس الاحتياطي ولا يحكمون صحفي في عنابة هناك مجموعة شباب بطالين في الأغواط وغيرهم على أي أساس ولجنة فاروق سنطيني تابعة لرئاسة الجمهورية تسجل أن هناك العديد من الموجودين في الحبس الاحتياطي بدون أن يحكموا نحكي على التعسف في استعمال الحبس الاحتياطي لا هذا جانب قانوني متعلق بالعدالة لا نحكي على سجنة الرأي لا طيب أخذ كلمة كلمة لأن الوقت انتهى سحمداد وستأكل لك الكلمة الأخيرة ولكن أستاذ بعجي هذا العام كيف تقيمه في نهاية الحلقة كيف تقيمه للمشاهد وهل تعتقد بأن المجتمع أو الجزارين الذين صوتوا لبوتفليقة في العام الأول ما زالوا يدعمونه في الأعوام المتبقية نعم إذا كان هناك عنوان لهذا العام الأول وهو عام الوفاء بالوعود للانتخاب للرئيس الجمهورية وهناك يعني وفاء آخر رح يكون في السنة القادمة والسنوات أخرى لأنها عودة لأربع سنوات هناك إنجازات سنة القادمة سنة القادمة العام القادم كيف يجزت الظهر أخرى الشيء نقول بأن رئيس الجمهور بالعكس رئيس الجمهورية رح ستكسب يعني كان يقال بأنه فقد أصوات من 2009 إلى 2014 الآن بعد العام الأول في العهودة الرابعة فقد أقول لشيء واحد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز ليمكن الذين آمنوا ونحن نرى بأن رئيس الجمهورية آمن بالله ربا وبالإسلامي دينا وبالجزائر وطنا وأن الله معه وفقه في الأعمال تعه ونتمعه الصحة والعافية حتى المعارضة تؤمن بأن الله ربا طيب سيد ناصر هذا العام هل تعتقد يقول لك هذا عام تنفيذ الوعود لا تحسبون على عام أول جددوا خطابكم وفلتذهبوا إلى منافسة حقيقية على مستوى البرامج وليس على المسؤولين عندما نتحدث بالأرقام رئيس الجمهورية حتى بأرقام السلطة في حدداتها في الانتخابات الرئاسية في الحد الرابعة فقد ما يقارب خمس ملايين صوت وهذه بأرقامهم هم نسبة المشاركة خمسين نسبة المشاركة خمسين نسبة شعب الجزائري نصف الشعب الجزائري لم يصوت ومع ذلك لم يتحصل إلا على 81% هذه بأرقامهم هم بالمناسبة أنا هذه السنة إذا كانوا لابد أن نتحدث هناك فضائح بالجملة وبملاير الدولارات اللي هي ملفات الفساد التي تسيس والتي يتم الاعتداء على استقلالية القضاء والتي يتم تأجيل الحسم في هذه ملفات الفساد سنترك واحد واثنين وطارق السيارة أمام العدالة أمام العدالة لا أسمح لي تريد أن تحصل وناس لمدة أكثر من خمس سنوات في الحبس المؤقت لم يتم الحسم كذلك موضوع هذا الموضوع من الفاتح الفساد كذلك موضوع آخر وهو خطير جدا متوسن جدا وهو أن هذه السلطة لم أقاطعك سيد باجي وتركتك حتى تكمل لذن بلي إن فدت أفكارك هذه السلطة لا تؤمن بالإرادة الشعبية ولا تسمع لشعب الجزائر وأبسط مثال على ذلك هو احتجاجات الغاز الصخري لأنها لا تستمد شرعيتها من الشعب وإنما من التزوير موضوع التعديل الدستوري هذا عبت بأسمى وطيقة دستورية آلية غامضة ولا توجد شفافية ولا يزال هناك ارتباء كبير جدا في مصير التعديل هذا الدستوري ما تحاوله السلطة من شرع السلطة شكرا ناصر حمددوش النائب البرلماني عن حمس البعجي أبو الفضل القياد في لفلان والمحامي شكرا لكم مشاهدين نلتق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر